كل واحد عجبا دماغ كل واحد ليه حاجات معينة في شريك الحياة هو حاببها ما فيش حد بنفس الدماغ فيش حد بنفس التفكير البنات عايزة حاجة والشباب عايزين حاجة كل بنت ليها كده حلم حلم شريك الحياة اللي يجي ياخدها على الحصان اللي بيض اللي هيلف بيها العالم اللي يعمل لها أحلى فرح اللي هتلبس أحسن فستان لكن شباب وبنات بينسوا إن شريك الحياة ده يعني حياة يعني حياة كاملة هنكمل بيها مع بعض يعني بيت وقسرة وعيلة يعني عيلتين هيشاركوا بعض في نفس الأفكار وفي نفس الأولاد هيبقى فيه أحفاد بيشيلوا اسم العيلتين محدش بيفكر في الحتة دي في بداية الجواز كلنا بنبص على الصورة الحلوة اضحك الصورة تطلع حلوة لكن لو ما اخترناش صح الصورة مش هتطلع حلوة الصورة هتبقى سودة وهتسوت حياتي لمدة سنين واسنين يمكن عمري كله خلينا عبد الله نتكلم في اللي إحنا سمعناه ورأي الناس لكن خلينا أقول برضو إيه العيوب ما هو أصلي ما فيش حد بيقول يعني أنا تعرفت عليك أوه وبتدينا نرتبط عمرك ما هتيجي تقول لي خلي بالك أنا لما بتعصب ببقى حاجة وحشة جدا لك حد مش كويس خلي بالك أنا مش مخلص يعني ما شفتش راجل جي قال لي سيت مثلا أصلا أنا مش مخلص أنا ممكن أخونك ففي حاجات ما بندرش نستشفها في البدايات لكن في عيوب انتوا كاستشاريين وكا دكاترة نفسية وكا لايف كوتش بتبقوا انتوا شايفينها يعني في علامات كده بتبقوا انتوا شايفينها أكتر علمنا إزاي نختاره وإيه العلامات اللي أنا شوفها من البداية عشان أقدر برضو أختار على قد ما أقدر شريك حياة مناسب لي بالنسبة للراجل دايما لما تيجي تختاري الراجل أول حاجة لازم يبقى مسؤول عارف يعني إيه مسؤولية أعرف إزاي بقى أنه هو مسؤول مواقف الحياة المختلفة اللي بنتعرض لها يوميا وإحنا في الشارع وإحنا في الشغل وإحنا بنشتري وإحنا بنأكل وإحنا بنشرف فيتعامله مع الناس فيتعامله مع أهلي فيتعامله مع أهله هاتبان بسهولة جدا عنده صبر وحليم علي شخص عنده جزء من الرحمة للبنات دايما بتقول لك أنا عايز أحد حناية أهل حد رحيم لأن الرحيم مهما يغضب مش هيقدر يهني هيحفظ كرامتي والحناية ده كمان يبان في المشاكل طبعا يعني ما يبقاش سايبك بالأسبوع ما يعرفش عنك حاجة ما يقفلش تليفونه وكل ما تكلمين ما تعافش صليله أنا بشوف بنات بتتقهر ومكملة طب ما هو باين من البداية أنه هو جاحد أنه ما عندهش مشاعر أنه مش حناية بالزبط فمهمة أو أنه يبقى رحيم حاجة تانية كمان مهمة أنه يبقى شجاعة شجاعة من أهم صفات الرجولة يعني إيه شجاعة يعني بيعرف يقف قدام المواقف الصعبة ويحلها ما يهربش منها زي ما أنت قلت بالزبط فدي من الحاجات المهمة وهو أصلا لو عنده صفة الشجاعة هتلاقي كل الصفات في الغالب الباقي موجودة عنده بالنسبة للست لما تيجي تختارها دي فيه طبعا حاجات كتير بس دي أهم الحاجات بالنسبة للست لما تيجي تختارها إيه وقت تختار ستة ندية واحدة بواحدة البيت ده بيتهدى قبل ما بيتبني ستة بتحترمك ولكن بتتناقش معك مش خاضعة بس عندها فكرة لما تبقى خاضعة هي عشان هي عايزة تخضع لرجلتك والفكرك عشان شايفة أنك قائد للمنزل شايفة أنك أنت فعلا فكرك على صواب مش خضوع علشان أنا ما عنديش حلتين شكرا